السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة كل عام وأنتم بخير في أول أيام عيد الفطر المبارك النهاردة حلقة استثنائية يعني عايز أتكلم معاكم فيها كلام لازم كلنا نفتكره يعني الحلقة دي فتكروها كويس جدا الفترة القادمة معلومات مهمة وصلت إلي وأنا أعرفها منذ فترة يعني ممكن المعلومات ديت من نص رمضان هذه المعلومات من نص رمضان وحبيت أن أنا أعرضها عليكم في الوقت المناسب وأرى أن هذا التوقيت في أول أيام العيد بعد انتهاء شهر الرمضان والزخم وبتاع الشهر يعني مناسب في هذا التوقيت العلماء السبعة موجودين وده كلام أنا قلته قبل كده والعلماء السبعة ما يعرفوش بعض بصفتهم أنهما العلماء السبعة ده كلام برضو أنا قلته قبل كده ووظيفة العلماء السبعة وظيفة أهم محضور ليهم هو التعرف على هوية الإمام المهدي وعلى شخصية الإمام المهدي وارجعوا للرواية الشهيرة بتاعت العلماء السبعة لما يذهبوا على غير ميعاد ويوجهوا المهدي بشخصيته فينكر الإمام المهدي إذن الإمام المهدي أيها الأحباب هذه الشخصية سوف تظل تنكر المهدوية إلى مرحلة يعني قبيل البيعة هينكره أو هينكر إنه هو الإمام المهدي لغاية يعني ما قبل البيعة بقليل هيقر في النهاية بالغصب وده يفهمنا إن الإمام المهدي عارف إنه هو الإمام المهدي في مرحلة معينة عارف إنه هو الإمام المهدي في مرحلة معينة وإنما سبب إنكاره زي ما قلت لكم للأوضاع المتردية اللي هو بيشوفها صادعيني في هذا التوقيت من تصارع على الحكم والانتقال في بلاد الحرمين أرض الحجاز من مرحلة ملك السنين إلى مرحلة ملك الشهور والليالي وده حاجة إحنا تكلمنا برضو فيها ووضحناها قبل كده اللي أنا عايز أقوله إن أحد العلماء السبعة بدأ إنه هو يتعرف على هوية الإمام المهدي زي ما أنا بقول لكم كده يعني لديت معلومة يا شيخ ولا استنتاج لا هذه معلومة أحد العلماء السبعة أحسابه أنه من العلماء السبعة حد ما يعني ممكن يسألني يقولي طب عرفت منين أصلا أنه هو من العلماء السبعة أحسابه أنه من العلماء السبعة طبعا مش هينفع خالص إن أنا أقول أسماء لكنني أعرفه لكنني أعرفه وأنتم متعودين معايا وإحنا عملنا أكثر من حلقة على القناة من هذه النوعية وأنتم عارفين إن أما بقولكم حاجة يعني أنا عارف أنا بقول هذا الشخص أحسابه من العلماء السبعة وأعرفه شخصيا وأعرف بلده هو ليس من مصر بالمناسبة هذا الرجل بدأ إنه هو فعلا يعني يلمس وبدأ إنه هو يصل إلى الإمام المهدي بشخصه وده تطور خطير جدا 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 تفاصيل الموضوع إن هذا الشخص موجود في مكان الآن وتنطبق عليه الأحاديث وتنطبق عليه الصفات الخلقية والخلقية التي ذكرت فيه الأحاديث يعني حتى كمان الصفات الموجودة في الأحاديث المكانية وعايزك تكون يعني إيه مركز معايا في اللي أنا بقوله لأن كلامي بيرمي إلى معاني الصفات المكانية التي ذكرت في الأحاديث تواجده والناس اللي موجودين حواليه بيقولوا عنه عارفين إنه هو الصفات منطبقة عليه وذهبوا إليه وذهبوا إليه بدون توضيحه أنا في هذه الحلقة منعا للقيل والقال والبلبلة والكلام ده كله لن أذكر لا أسماء ولا أماكن ولكن أنا يعني طالع معكم النهاردة في هذا التوقيت عشان أقول لكم أن الأمر اقترب بشدة 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 ذهبوا إليه وواجهوا قالوا له أنت الصفات بتاعتك الصفات المهدوية بتنطبق عليك فأنكر تماما أنه هو المهدي والإنقار الكبير بتاعه ده زود شكوك شكوك الناس لأن هما يعلموا التفاصيل بتاعة الحديث وعارفين أن الإمام المهدي لن يقر أنه هو الإمام المهدي وذهبوا إليه أكثر من مرة وقالوا له وفي حاجات كمان حصلت يعني مش هينفع أن احنا نقولها على الأقل دلوقتي خلت الناس دولة يذهبوا لمين لأحد العلماء السبع في تقديراتي يعني أنا الشخص اللي أنا بقول عليه أحد العلماء السبع ده أنا أراه أنه من العلماء السبع وقصوا عليه ما حدث ما تسألنيش بقى وصل الكلام ده ليك إزاي لا ما تسألنيش وذهبوا إلى هذا الشيخ وحكوا له ما حدث معهم ومعه والمفجأة أن هذا الشيخ قال لهم بالحرف قال لهم أن هذا الرجل تنطبق عليه بنسبة كبيرة أنه هو الإمام المهدي وابتتم متابعة هذا الشخص الموجود وعرفين مكانه فين وسبحان الله الموضوع يعني أنا طبعا لا أستطيع أن أجزم أنه هو الإمام المهدي ولكن المواصفات منطبقة عليه بصورة كبيرة جدا الناس اللي ذهبوا لأحد الشيوخ اللي أنا بحسبهم أنه من العلماء السبعة تواصلوا معي مؤخرا وحكوا لي هذا الموضوع وقالوا لي أننا هنتواصل يعني أنا طلبت منهم بعد ما سمعت هذا الكلام قلت لهم لا تتركوا هذا الملف وأي تطور جديد في الأمر أبلغوني لما أن أنا عارف أن خلاص ما فيش تطور هيحصل ليه لأن بيذهبوا إليه وبيوجهوا وبينكر ما فيش تطور هيحصل على الأقل في المرحلة دي ولكن إمتى هيحصل التطور لما يحدث الحراك في الأحاديث اللي هي بتقربنا من البيعة في هذا التوقيت هيبان هل هذا الشخص هو الشخص المطلوب أم لا طبعا هذا الشخص من آل البيت هذا الشخص من نسل الإمام علي وفاطمة وهم يعلمون ذلك عنه وهو يعلم ذلك وهو يدعي أنه كما جاءت الروايات سبحان الله أنه من الأنصار حاجة غريبة جدا تطابق غريب ويرفض تماما أن حد يعني يقول عليه أنه هو المهدي ومن الناس الصالحين ويعني سنه في السن اللي ذكر فيه الروايات فيه الاربعينات ده الكلام اللي أنا أقدر أقوله لك النهاردة فيما يخص هذا الموضوع عايز برضو يعني أتوج هذا الكلام وأقول أن مش هنتسرع مش هنتسرع ونقول وأنا قلت للناس كده قلت لهم برضو فيه أحاديث وفيه أدلة ولازم يبقى فيه تحقق ولعل أن ده السبب الرباني اللي يخلي بدل ما واحد يتحقق منه سبعة سبع علماء مش واحد ولا اتنين علشان يبقى فيه اتفاق عليه فاحنا لسه بنشوف الموضوع دوت ويه بيه ندرسه ويه بنحاول أن احنا لو أي معلومة جات لنا في هذا الإطار ومعيني عندي قناعة أن المعلومة ديت أو أي تطور مش هيحصل دلوقتي على الأقل لأن أنا عندي نظرة عامة للأدلة ويه للحاديث النبوية وبطلع بمنتهى القوة بفضل الله وبمنتهى الشجعة أقول لكم الكلام دوت علشان خاطر نثبت معسكر الإيمان وننقل ليه آخر التطورات أو البول في هذا الملف اللي هو أخطر ملف وأي كلام هيبقى أزيد من كده في هذا الإطار هيبقى بمثابة أن احنا بنشاور على الأعداء على هذا الشخص فيعني الكلام أزيد من كده ممتنع وإن شاء الله لو قدرت أطلع معكم غدا إن شاء الله في حلقة بث مباشر أنا مستعد لأي سؤال فيما يخص هذا الموضوع بعيد عن الأسئلة اللي هو مين وفقني بلد وإزاي ومين الشيخ اللي أنت بتقول عليه لأن الحاجات دي كلنا احنا بنشاور كده من غير ما نقصد للناس وبنقولهم فلان هو من العلماء السابعة وفلان هو المهدي وده مش من المصلحة في هذا التوقيت بارك الله فيكم أيها الأحباب كل عام وأنتم بخير ورب أتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة دمتم في طاعة الله وأمنه أنشر هذه الحلقة للأهمية على جميع المنصات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته